وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تستانف حملة البحث الكبرى في عمومي مناطق البلاد بهدف تضمين الأسر الأشد فقرا بإعانات الحماية الاجتماعية مسؤولون بالوزارة أكدوا استمرار استكمال إجراءات المشمولين بالإعانات وإزدار بطاقاتهم الإلكترونية أكثر من 100 ألف أسرة متبقية سيتم إكمال إجراءات خلال نهاية شهر 12 وكذلك بجاية شهر الواحد كذلك لدينا أكثر من 60 ألف أسرة تم شمولها بإعانات الحماية الاجتماعية قبل إجراءات الانتخابات ولا لم تستكمل إجراءات نتيجة التوقف فإن شاء الله بضمن اليام القادمة وبعد إطلاق دفعة شهر واحد سيتم إعادة العمل بإكمال إجراءات إصدار البطاقات الذكية لهم وكذلك يتم إجراءات البحث الاجتماعي المؤكتملة سيكون نهاية شهر الواحد هو إكمال جميع إجراءات المتقدمين لمليونيا ومئة ألف أسرة وفيما يتعلق بمنح الطلبة والتلاميذ المالية أكدت الوزارة أنها ستطلق خلال الأيام المقبلة بأثر الرجع لأكثر من مليون وثمانمائة وخمسين ألف طالب فضا عن خدمات أخرى تقدمها الوزارة عبر منصات عديدة تستهدف تحسين الوقع المعيشي للأسر المستفيدة جاي نحتسب المبالغ وإن شاء الله سيتم دفعها بأثر رجعي شهر العاشر وشهر الدعش وأيضا شهر 12 بعد أن يتم دفع لعانم الشهر الواحد يتم دفع منحة الطلب لشهر 12 حملة البحث الاجتماعي مستمرة لحين استهداف أكبر عدد من الأسر المستحقة لإعانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأكيدا لتطبيق ما نصى عليه برنامج الحكومة الإصلاحي الهدف إلى معالجة الفقر والبطالة سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد